بنجمعهم فيه ترانزوستر واحد وسميناه الكونفيرتر أو المبدل وده شفناه في الدائرة اللي هي التفصيلية لجهاز سوبر تردين كامل أو جهاز استقبال كامل لما لقينا فيه ترانزوستر واحد كنا بنخش من هو عداية الاختيار وبعد عداية الاختيار بنلاقي ترانزوستر واحد وفيه تحت ملف الأسلويتر أو ملف الأسلويتر معنا وبعد كده بخرج على الخالط معنى كده أن الترانزوستر ده بيشتغل كمكبر تردد عالي ويشتغل خالط في نفس الوقت لازم يكون الكلام ده في زهننا في زهننا حاجة تانية أن مرحلة الإخراج كلها اللي هي بداية من مكبر الجهد ومكبر القدرة دي ممكن تبقى مرحلتين مكبر جهد ومكبر قدرة عبارة عن ترانزوسترات مكبر الجهد بيكون مرحلة واحدة مكبر القدرة بيكون عندنا ياما بوشبل اللي هو دفع وجذب ترانزوسترين يأما بيكون ترانزرسر واحد إخراج قدرة يأما بنجمع مكبر الجهد ومكبر القدرة الاثنين في IC واحدة بيبقى خرجها خارج على السماعة مباشرة كلام ده هنشوفه في اختلاف الأجهزة اللي قدامنا أو اللي هنتكلم عليها النهاردة ونشوف تتبع المراحل إزاي دائرة عملية لجهاز استقبال FM جهاز التاني تخلي بالك بقى معايا جهاز ده برضو هنشوفه عمليا برضو هنقول قادر رسم التخطيط بتاعي واضح خالص على الجهاز اهو ده الباور سابلاي وده الجزء بتاع الأنتنة وده اللي اختيار كلها اللي هي تيونر بنسميه هو مكتوب عليه الجزء ده كله تيونر وهو هنا بيقول لي ان كل ترانزوستر شغال ايه Q1 وQ2 اللي هم الجزء ده كله يعني Q ده شغال الأسوليتر وQ1 اللي هو الكونفيرتر وهنا عندي بنفسي الكلام برضو هنا بقول لي فيه مكبر IF اللي هي U2 اللي هي IC اهي ودي IC تانية وعندي ترانزوسترات تانيين هم الترانزوسترات اللي عندي اللي بتكلم عليهم اللي بنون نسوي وفيه عندي هنا برضو أسوليتر عشان تبقى عارف واتنين وخلي باك معي فيه عندي اتنين اهو اتنين IC الايسي الاولين هي شغالة مكبر تردد متوسط ودي موديلوتر كشف اهو والتانية شغالة اللي هي الاستيريو والجزء اللي خاص اهو الاتنين IC ادي الايسي بقول لي اهو U2 وU3 اللي انا باعرفهم ده U2 اهيه ودي U3 اللي شغالة استيريو ودي موديلوتر الكشف انما U2 دي شغالة كمكبر تردد متوسط دي يبقى دي شغالة كمكبر تردد متوسط ودي شغالة ككشف واستيريو وفيه ليد عنده هنا لونه أحمر اللي هو خاص بالاستيريو يبقى الجزء ده كله تيونر الجزء ده كله IF والجزء ده كله اللي هو دي موديلوتر والكشف وهنا الجزء اللي هو الاخراج الصوتي اللي هي الاوت يعني هنا الجزء الدايرة دي كلها اخراج صوتي والدايرة دي عندنا زي ما حنشوف في العملي ممكن يبقى فيها العشر ترانزيستورات دول العشر ترانزيستورات دول فين اقول لك واحد اتنين تلاتة واثنين اهم يبقى خمسة وادي واحد اتنين تلاتة واثنين هم يبقى خمسة كأنهم شغالين واحد للرايت وليفت الشمال والسماعة اليمين ده بالنسبة للمين للأجزاء دي وهنشوفها بعد كده مكبرة عشان نشوف تفاصيل الرسمة بتاعتها وده طبعا مفتاح الباور سبلاي وده بيبقى فيوز عندي الفيوز ده اللي هو بيحمي الدايرة اللي هو موجود عندي في الدايرة دي طيب نشوف بعد كده الجزء ده تلاحظ ان احنا خلي بلاك معايا لو رجعت كده للاسمى ده الجزء ده اهو هنكبره والجزء ده برضه هنكبره عشان نشوف ايه اللي في الداخل اهو خلي بقىك معايا اهم بداية من هنا ده بختار بيه اللي هو اللي هو بختار بالتردد مفتاح ده بحركه بختار بيه التردد بيبتدي يتحرك معايا فوق او تحت بختار بالمحط يبقى ده كان هنا خلي بقىك معايا ادي كيو واحد اللي هو ده اهو اهو شايفين اهو اللي هو عمبر فاي كيو اتنين شغال كاوسوليتر اهو اهو كيو اتنين اوسوليتر كيو تلاتة اهو اللي هو الميكسر وادي يو اهي اللي هي اتنين اهي شغال كاوسوليتر اهي دي موديوليتر اهي دي موديوليتر اللي هو الكشف وفي نفس الوقت الاستيريو وادي اللي هو بينور في حالة الاستيريو اللي هو السنائي الضوء يبقى انا عرفت الجزء ده كل ادي الجزء كل خاص به مين بالجزء اللي خاص به الجزء بتاع الاستقبال او اللوحة الاولانية البوردة الاولانية اللي في الجهاز تبتعان شوف البوردة بتاعت الخارج اهي البوردة بتاعت الخارج اهي قدل عشر ترانزستورات ادي واحد اتنين تلاتة واتنين هم كبار اللي هم الاخراج اللي هم نسميهمها في فور ادي كده يبقى خمسة وفي خمسة تحت يبقى عشر وده خارج بيبقى على الرايت وخارج على مين على اللفت وخلي بقاك معايا كده الجزء ده شغال مع الجزء اللي فوق بوش بول اللي هو دفعه جذب عشان كده بص خلي باك معايا بوش بول امبل فاير وفيين الرايت وطبعا الجزء اللي فوق ده كان بتاع مين اه اللي هو الشمال واليمين يبقى انا عرفت دلوقتي تركيب الدايرة وشكلها العملي ايه وبرده زي ما احنا قلنا الكلام ده هنوضحه عمل ايه هنشوف دلوقتي جهاز استقبال ال اف ام احنا اتكلمنا على الجهاز استقبال ال ام هنشوف جهاز استقبال ال اف ام هنسترجع كده رسمة تخطيطية على الجهاز الجهاز الجهزة دي كلها موجودة طبعا عندنا في المعامل اه الرسمة التخطيطي اللي عندي موجودة اهي اه ده مفتاح اللي هو اون اوف اللي هو ده وده تفيوز مكتوب عليه فيوز اللي هو نص امبير وده رسمة تخطيطي لدائرة التخزين اللي من داخل البلوك ده نفسه اللي هي مكتوب عليها باور سابلاي وبتديني اتناشر فولت عشان اشغل بيه المراحل كلها طيب عزيمة نيجي بقى للمراحل بتاعتنا احنا المراحل بتاعتنا اللي خاصة بالاشارة ده خاص بالدي سي وهيدي المراحل كلها طيب المراحل اللي خاصة بالاشارة عندنا بتبدأ من مين من الانتنة ادي الهوائي وار اف امبل فاير اللي هو مكبر الترادل عالي اللي هو راديو فريكوانسي امبل فاير وده هيكون كيو واحد يعني اللي هيشتغل كمكبر ترادل عالي الترانزوستر رقم كيو واحد طيب هليجي بعد كده هلاقي لوكال اوسليتور اللي هو المزبزب المحلي اللي هو كيو اتنين برافو اللي كان بقولك ده كان موجود تحت ايوه انا مليش دعوة هو موجود تحت ولا موجود فوق انا ليه دعوة ان ايه ان خارج المزبز بيد الميكسر المازك وخارج المكبر يدي المازك هو ده اللي في الدايرة مفهوم عشان بس ما حدش لك ده كان في الرسم التخطيطي كان تحت وادئ الميكسر الميكسر وامبلفاير اللي هو المبدل الترانزوستر المبدل اللي هو Q3 وQ4 بعد كده باخد بعد الخلط طبعا خط الFC والFO الخلط والنتج عنهم الترد المتوسط بعد كده هبتدي اخرج على مكبر الترد المتوسط اللي هو وخلي بالك معايا ببص اللي هي العشرة وسبعة من عشرة هنما هناك الترد المتوسط كان 455 كيلو هيرتز بس هنا بيقولي ان مكبر الترد المتوسط اللي هو شغال هنا المرحلة دي بسميها U2 U2 اللي هي IC رقم اتنين الكلام ده هننزله ونشوفه بعد كده عندي U3 دي شغالة diskriminator وفي محدد اهو الكلام ده كل محدد المميز diskriminator وفي نفس الوقت اللي هو diskriminator اللي هو المميز وفي نفس الوقت اللي هي شغالة دي موديوليشن الكشف نفسها يعني دي مرحلة الكشف اللي هي بتتم عن طريق U3 اللي هي IC يعني U3 وفيها طبعا مرحلة الاستيريو وليه في لد هنا اضائي عشان يبينلي ان الاستيريو شغالة بعد كده باخد على الفوليوم اللي هو ضابط الصوت وبنقل بعد كده من ضابط للصوت على الاوديو امبلفاير مرحلة الاخراج الصوتي اوديو امبلفاير ودي مكبر جه ومكبر قدرة ودي موجود فيها U1 و U2 خلي بالك U1 و U2 يعني ممكن U1 و U2 وفيه ترانزسترات من Q1 ل Q10 معنى الجملة دي ايه الجملة دي معناها ان انا عندي لحتين بيشتغلوا مكبر اخراج او دائرتين مكبر اخراج الدائرة الاوانية ممكن يكون فيها 2 IC زي دفع وجازب كده والدائرة التانية فيها عشر ترانزسترات هنشوف الكلام ده ونوضحه امام حضراتكم فيه عندي هنا الاتنين سبيكر اللي هي الريت سبيكر اللي هي السماعة الشمال والسماعة اليمين طبعا هنا فيه جزء عملهولي كرسمة تخطيطي كده اني بقولي ده تيونر المرحلة دي كلها تيونر بختار بها المحطات المرحلة دي كلها فيها الIF المرحلة دي اللي هو الستيريو والديم ديوليشن اللي هو الكشف نفسها عملية الكشف الكشف التعديل يعني وهنا عملية الامبرفاير اللي هو الاخراج الصوتي يبقى انا عرفت كده الاربع اسماء دول هم تيونر IF amplifier تيونر اختيار IF amplifier مكبرت المتوسط الستيريو مرحلة الستيريو والديم ديوليشن اللي هو الكشف والامبرفاير طيب انا كده عرفت الجزء ده كله نظري طب ما عايزين نشوف الجزء ده عمليا هننزل تحت على الجهاز ونشوف الدايرة بتاعتي ادي الجزء اللي خاص بمن اول طبعا الجزء اللي هو دي الدايرة الاختيار و ادي الانتنة الانتنة بتاعتنا اللي هو الطرف ده خلي بقى معاك كويس قوي الدايرة دي كده داية اختيار لما انا بغير كده بختار المحطة اللي انا عايز احوه شايف السام الاحمر اللي بتغير ده في القلب بتاع المفتاح طيب هنا ادي الجزء ده طيب فين كيو واحد ادي كيو واحد اللي هو ده ترنزلسور ده كيو واحد ده احنا قلنا شغال ايه شغال RF amplifier كيو اتنين اهو موجود عليه amplifier اهو RF amplifier كيو اتنين اهو موجود اهو معايا اهو معايا كيو تلاتة و كيو اربعة اللي احنا قلنا عليهم شغالين كميكسر في نفس الوقت هم اللي هو ميكسر واميكسر ادي كيو تلاتة ميكسر و ادي الامبلفاي طيب بعد كده عندنا مرحلة الترد المتوسط قلنا عن طريق اللي هي الاي سي يو اتنين ادي يو اتنين اهي اللي هي الاي سي دي اهي بعد كده قلنا يو تلاتة اللي هي شغالة دي موديوليشن او كشف والستيريو اللي هي الجزء ده و ادي الليد الدوء اللي احنا قلنا عليه اهو يبقى ده الجزء اللي كده يبقى كده اخر حاجة ان انا دي دايلة الكشف دايلة مين الكشف طب عظيم كويس بعد كده ايه اللي حيتم عندي من دايلة الكشف هتنقل بعد كده لمكبر الاخراج ادي مكبر الاخراج عندي اهو اللي هو الجزء ده ادي الجزء الخاص بمكبر الاخراج واحنا قلنا مكبر الاخراج ايه ما يكون عبارة عن العشر ترانزسترات اه جزء للرايت وجزء للليفت هما الاتنين دول زي دفع وجذب زي ما احنا بنقول لهم اه فين العشر ترانزسترات ادي تلاتة و ادي تلاتة و هنا في عندي اه الترانزسترات اللي هم ملارقهم اربعهم يبقى اصبع عندي دلوقتي في اتلعاشر ترانزسترات ادي الستة و ادي الاربعة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة دول عليهم تبريد اللي هو الهيت سينك عشان دول مكبرات اخراج مكبرات باور في قدرة خارجة لازم بنحط لهم لازم مكبرات الاخراج دي بيكون لها هيت سينك عشان تبدد السخنية بتاعة الترانزسترات اللي هي ممكن تأثر على الترانزستر وتخليه يتلف ده الجزء اللي خاص به الجزء بتاع الريت والجزء بتاع الف وهنا كاتب لي بوش بول اللي هو دفعه جاسب امبل فاير و ده الجزء بتاع الريت و ده الجزء اللي فوق بتاع الف طب احنا قلنا الجزء ده ممكن يكون عشر ترانزسترات و ممكن يكون يو واحد يو اتنين يعني اتنين ترانزستر بس يعني ممكن نحط في الجزء ده كله IC تحل محل الجزء ده كله والجزء ده كله برضه حط IC تحل محل ازاي نشوف كده الدايرة اللي قدامنا ادي الدايرة التانية حطناها احنا شلنا الدايرة الاولينية وحطنا الدايرة التانية بتاعت الاخراج شلنا الدايرة اللي فيها عشر ترانزيسترات وحطنا الدايرة اللي فيها ايو واحد واثنين عبارة عن اتنين IC بدل الست ترانزيسترات اللي كانوا موجودين هنا اهو والمجموعة اللي كانت مجموعة فوق وموجودة تحت خمس ترنزيستورات فوق وخمس ترنزيستورات تحت لا أصبح اتنين IC أهم بيحلوا محل الدايرة خالص وما فيوحش مشكلة خالص طيب هنيجي بعد كده برضو للجزء المفتاحين اللي تحت المفاتيح اللي تحت اللي نازم نتكلم عليها هدي الريد أو الوت واد الليفت الليفت اللي هو الشمال وهنا مكتوب الفوليوم اللي هو مفتاح خفض ورفع الصوت هنا عندي برضو الريد وفينا عندي الفوليوم ان انا بعل السماعة يمين او شمال طبعا ده عندي الخروج هنا بتاعت الريد اوت بوت وفوق خالص في الليفت اوت بوت ادي الريد اوت بوت وادي الليفت اوت بوت اهو مكتوب وطبعا هنا لو رجعتي ورا على الاتناشر فولت اللي هتغزي مراحل الاخراج اه الصوتي وهنا برضو عندي الاتناشر فولت اللي هتغزي الدايرة بتاعة الاستقبال كلها ابتداء من الهوائي وحتى دائرة الكاشف ده جهاز استقبال الف ام زي ما اتكلمنا عليه اه المراحل بتاعته وعرفنا اه ان فيه عبارة عن اتنين بوردة البوردة الاوانية عبارة عن من بتاعم الهوائي وحتى الكاشف والبوردة التانية دي خاصة بالاخراج الصوتي يا اما كانت تبقى اتنين ترانزوستور يا اما اتنين اي سي يا اما كانت نحط فيها عشر ترانزوستورات خمسة للجزء الريت وخمسة للجزء الليفت اما لو حطينا اتنين اي سي يبقى اي سي واحدة للريت واي سي واحدة للريت واي سي واحدة للليفت اه هنتكلم دلوقتي على جهاز استقبال الام اف ام احنا اتكلمنا عن جهاز قبل كده الام الواحده الاف ام الواحده وحنتكلم عن جهاز جامع بين الام والاف ام واحنا برضو ما زلت بقول لازم الرسمة التخطيطية تكون في ذهن الطالب انا عندي طبعا فاكر ان جهاز اي ام اف ام كان بيتكون من تات اجزاء جزء خاص باستقبال موجات الام وجزء خاص باستقبال موجات الاف ام وجزء مشترك بينهم اللي هو كان مكبر الجهد ومكبر القدرة والسماعة أه الجهاز اللي قدامنا دلوقتي اللي هنتكلم عليه فيه اتنين بوردة أو بوردتين بوردة خاصة بالاي جزء الخاص بطيئ على استقبال الاف ام وجزء خاص باستقبال الام وجزء اللي مشترك ده موجود داخل الجهاز نفسه داخل غلافة على الجهاز نفسه احنا بنقول الكلام ده какой لأنه عندنا في المعمل نوعين من الأجهزة تستقبال الـ FM نوع منهم اللي هو عبارة عن جزئين جزء AM و FM بردتين يعني وفيه نوع تاني بردة واحدة وموجود العناصر عليها بس بقدر أفصل عن طريق مفتاح بين الـ AM وبين الـ FM نتكلم على الجهاز اللي هو قدامنا النهاردة أو نتكلم عليه النهاردة ده عبارة عن بردتين زي ما احنا قلنا وفيه AM وفيه FM والجهاز مزود بلوحة أعطال لوحة تدريب على الأعطال لوحة تدريب على الأعطال شرح لوحة التدريب على الأعطال إزاي ده حنتكلم عليه من خلال الشرح على الجهاز يبقى أنا مطلوب دي الوقتي مني إن أنا أشوف الجزء العملي بتاع الـ AM والجزء العملي بتاع الـ FM وفين مكبر جود ومكبر القدرة وشرح لوحة الأعطال ده جاء الجزء الخاص باستقبال موجات الـ AM الـ AM عرفتوا إزاي قد التاتا IF الأصفر والأبيض والأسويت واتنين ترانزوستر الشغالين كمكبر إذن هنا في عندي ترانزوستر واحد اللي هو المبدل أبراظو عليك صح يبقى كده أصبح عند اللوحة دي كلها عبارة عن مرحلة استقبال بتاعة الـ AM من الهوائي وحتى الكاشف اللي هو الجيدمانيوم أو كاشف بتاعنا هو اللي هو ده أو يبقى أنا عرفت الكلام ده كويس أول يبقى ده الجزء الخاص بالـ AM وتاني بنقول إزاي الإشارة هاتبشي هوائي مكسف اختياره اللي بيختار به المحطات على الترانزوستر المبدل هينتج للترد المتوسط بعد كده على محول الأولاني للترد المتوسط تتكبر الإشارة تطلع على المحول التاني تخش على المكبر التاني تتكبر مرة تانية تطلع على المحول التالت اللي هو لنه أسود وبعد كده على مين على الكاشف إذن الجزء ده خاص باستقبال الموجات الـ AM من الهوائي وحتى الكاشف طيب نشوف بعد كده ننقل على الجزء التاني اللي على اليمين اللي هو هيبقى خاص بمين خاص باستقبال موجات مين الـ FM صح مظبوط ده الجزء بتاع التينر اللي هو ده اختيار وبعدين الجزء اللي هيجي بعدينه على طول اللي بعد التينر اللي هو طبعا عندي فيه الـ RF أمبلفير والـ RF أمبلفير والميكسر هنا عندي تينر اخترت خلاص يبقى فيه عندي هنا الـ اختيار والمبدل والمزابزب يبقى زي ما قلنا التينر جزء خاص بالتينر اختيار المحطات اخترناها خلاص واخدنا الترد المتواصل بعد كده اخدناها على IF اللي هي يبقى الـ IF مرحلة تكبير وفي نفس الوقت مرحلة الكاشف المرحلة التانية اللي هي المميز ومرحلة الاستيريو كده برضو يبقى أنا وقفت على خارج المميز اللي هو اعتبر الكاشف او مرحلة الكاشف اللي هي في الـ F M ووقفت على مرحلة الكاشف في الـ A M اللي هو السناء الجنمانيوم طيب انا ده لوقت عالي المفهوض ان اخش على مكبر الجهد ومكبر القدرة سواء ده او ده في نسبة تخطيطي كان فيه مفتاح كنت بغير منه الـ A M والـ F M يا ترى هنا في الجهاز التعليمي ده هستخدم المفتاح ده لا خلي بالك معي الجزء اللي هو بتاع الرسم التخطيطي كان بوضح لي ان مكبر الجهد ومكبر القدرة والسماء اللي هو جزء مشترك بين الـ A M والـ F M لو نزلنا تحت في الجزء السفلي الجزء ده اللي هو جزء السفلي اللي فيه مكبر الجهد ومكبر القدرة والسماء دول تحت الغطب بتاع الجهاز يعني يعني داخل الجهاز آآ ألاحظهم هنا عندي فيه عندي أو الـ المرحلة ده بقى المين لمرحلة الاخراج المرحلة مين الاخراج هنا المفاتيح دي بتحكم فيها في الصوت الـ اللي هو النجمات الحد والنجمات الغريزة وهنا عندي الـ يعمى الرأي يعمى الليفت وده اللي هو مفتاح الصوت ألاحظ عندي هنا في الجزء الاخراني مكتوب عليه باور أمبلفاير قاعد مكبر الاخراج الصوتي وهنا اللي هو الهيدفون ممكن تستخدم سماعة الرأس السماعة السماعة اللي بنستخدمها في الهيدفون وهنا الاوت بط اللي هو الرايت والليفت إذن الجزء اللي خارج ده اللي هو الجزء ده كله يعتبر هو مرحلة الاخراج الصوتي اللي سميناها باور أمبلفاير طب أنا دلوقتي كان عندي مفتاح كنت بغير فيه بين الام والف ام ده جهاز تعليم أنا كده ده بيبقى المفتاح بقى بيحل محله كابل توصيل اهو لو أنا عايز اسمع محطات الام انا واخد من الام اهو وموصل على مين على الاخراج الصوتي يبقى اشتغل طب لو أنا عايز اشتغل اام لأ تخلي بالك بقى معايا هشير الكابل من الجزء بتاع الام وهوصله في الام ازاي خلي باك معايا هفتح ده هفتح ده كده ادي الكابل خرج من الجزء العلوي وهفتح ده وهفتح ده جزء خرج من الجزء السفل اهو ادي الكابل اهو أنا كده فصلت من الام من الام على الاخراج لأ هنا هوصل بقى من الام على الاخراج نفس الكلام بتدي كده اهو كابل قفل في الجزء اللي فوق وبيقفل على الجزء برضو اللي تعال اهو كده يبقى أنا وصلت الام وفصلت مين الام يبقى أنا عرفت دلوقتي ان أنا ازاي بشتغل على الام وعلى الام فاضل عندي الجزء الاخير اللي بنشرحه في جهاز استقبال الام اف ام اللي هي لوحة الاعطار اللي هي ممكن تقابلني في اجهزة كتيرة ممكن تقابلني في جهاز تليفزيون تعليمي في جهاز استقبال تعليمي زاعي هنشوف ازاي بس تخدمها لوحة الاعطار هي اللي على الجنب اللي عندي خالص اللي على اليمين خالص هنا اللي هي دي دي لوحة الاعطار هنا الجهاز ده فيه عشر اعطار فيه عندي هنا تلات حاجات او تلات اعمدة دي اعمدة اللي هي بنات بنات يعني بنحط فيها طرف الاعمدة التانية اللي هي الارقام الاعمدة التالتة اللي هي اللدات السنائيات اللي بتنور ضوئية السنائات الضوئية دي الحمراء هنا عندي لو بصيت للجزء ده تحت فيه عندي طرف هنا مكتوب عليه فولت بن اللي هو ألم العطل اللي هو فين بقى اللي هو الطرفين دول بتوعه اهم اهم نحط الطرف ده كده اهم ادي الفولت بن طيب وصلت الطرف ده الطرف التاني مكتوب عليه مكتوب عليه ريسيت اعادت الضبط والطرف التالت مكتوب عليه ايه دول لا اطراف دي شغال ازاي خلي بالك معايا الفولت بن لو انا عايز اعمل مسلا عطل في الجهاز اسمع به صوت خروشة صوت حاجة عشان اضرب الطالب على سماع العطل ويقدر يحدد العطل من السماع نفسه فباجي هنا بروح ملمس كده هيحصل العطل اللمبة دي هتنور عملت العطل طالب سماع العطل وشاهده وعرف العطل فين لانا هقول جدول بعد كده العطل في مرحلة كذا زي ما حنشر طيب بعد كده انا اللمبة دي كده انا عملت عطل في الجهاز هسيب الجهاز متعطل لا طبعا اروح جاي ملمس كده الاقي اللمبة دي الطفت ارجع مرة تانية اشوف عطل تاني ارجع تاني سمعت العطل او حددت العطل وسمعت صوته وعرفت العطل ده ممكن يكون فين ارجع تاني اعمل ريسيت طب لو انا جيت بقى عايز امتحن الطالب ان انا هعمل عطل وعايز اللمبة اتنور عشان ما يكونش حفظه العطل لك رقم اربعة ده في الحتة الفلانية في الترانزيستر الفلاني لا انا عايز اعمل عطل والطالب ما يشوفش اللمبة بعمل ايه باجي اول حاجة اروح عامل هنا على الليد كنترول اروح معامل علامة كده لمس هنا وبعد لما بلمس هنا لو انا عملت عطل في اي حتة هلاقي الليد ده مش منور هلاقي الليد ده مش منور الكلام ده نشوفه عمليا هنشوف دلوقتي ازاي بنشتغل على لوحة الاعطال احنا وصلنا الطرف بتاع الفلت بين اللم بتاع الاعطال اهو على الطرف ده وبعدين عايزين نشوف اعطال بقى شكل الاعطال بيبقى ازاي طبعا هنا مش هنقدر نسمع الصوت عشان مفيش اشعر انما هنقوليكو ازاي اللي هيتم انا دلوقتي عايز اعمل عطل معين العطل كده انا القلم في ايدي اهو اروح اجيعة مثلا رقم تمانية شوفت الليد نور انا عملت عطل كده ممكن اسمع صوت ممكن ما اسمعش صوت انا كده عامل عطل في الجهاز وعرفت الطالب العطل ده ممكن يكون في الحج في المرحلة الجزء كزا او في الترانزورسور كزا او في الاي سي كزا طب خلاص عرفنا عايز ارجع تاني للجهاز لطبيعته التانية ارجع تاني ارجع تاني ما هستلمس على الريسيت اجي مرة تانية عايز اعمل عطل تاني اهو رقم تسع نورت اهو عرفت الطالب برضو ارجع مرة تانية اعمل الريسيت اهو طب لو انا همتحن الطالب بقى كده انا عرفت ان انا بيعلم هنا بيديني عطل معين انا عايز امتحن الطالب وفي نفس الوقت هعمل عطل ومش عايزه هو يشوف انا لمبة ده نورت طيب خلاص اجي عند المفتاح بتاع الفولت بين ده وروح واخد الطرف ده وجاي على الليد كنترول يعني التحكم في الليد كده انا طفيتهم كلهم طفيتهم كلهم يعني ايه مش حي لو انا لمست مش هيوصل اي حاجة العطل لقم 9 انا لسه عاملوا من شوية اهو لو انا عملت كده هلاق العطل موجود واللمبة مش منورة المفترض للطالب يقول لي بقى العطل في الجزء في الاني بس هو مش عارف مش حافز يعني ما بعودش الطالب على حفظ العطل ارجع مرة تانية بقى لو عملت برضو نفس الكلام ارجع كده لو لمست اللمبة نورت اهي خلاص عايز اعمل برضو امتحن الطالب في حاجة تانية اجي هنا اروح واجاي على الليد كنترول طفيت اجي على العطل لقم 10 كده ما فيش حاجة تنور اهيه خلاص اعطل لقم 10 عايزين نختبره هو الطالب يقول لي العطل ده كده عن طريق سماع الصوت اللي عطل برضو او ان ما فيش صوت خالص ما ممكن الصوت يكون في خروشة في زن في وش او ممكن الصوت يكون قاطع خالص انا عملت عطل خلاص وعرفت الطالب هاي عرفولي لو بسأل الطالب العطل ده في مراحلة ايه جبتيت الطالب يجاوبني ارجع مرة تانية عشان اضبط الجهاز تاني اهو لو انا عايز اتأكد كمان ان الجهاز شغال معايا خلاص المس بقى كده اهو اللي اللي بنورت كده الجهاز بكده يبقى وصلنا الى نهاية حلقة اليوم نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة والى اللقاء اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة